تدخل الحملات الدعائية للانتخابات التشرعية والبلدية في موريتانيا أسبوعها الأخير واستحالة من الترقب للمناسبة التي ينظر إليها كثيرون على أنها اختبار جاد لتجربة ديمقراطية في البلاد ويخوض الانتخابات مرشحون عن 25 حزباً لشغل مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والإقليمية يجري التنافس على 176 مقعداً هي مجموع مقاعد الجمعية الوطنية ومقاعد أكثر من 200 مجلساً بلدي و15 مجلساً إقليمياً ورغم كثرة عدد الأحزاب المتنافسة في السباق فإن حزب الإنصاف الحاكم هو الوحيد الذي تقدم بمور الشحن على جميع المقاعد في كل المجالس ويسعى الحزب خلال الانتخابات إلى تأكيد هيمنته على البرلمان حيث يواجه منافسة قوية من أحزاب المعارضة وهو ما دفع بالحزب إلى تكثيف حملاته الانتخابية مع مشاركة كثيفة فيها لمسؤولين حكوميين لحشد الناخبين لتصويت للحزب ولوح مسؤولون بمعاقبة من يتقاعس عن التصويت لحزب الرئيس كما طلب بعضهم أحزاب الموالات القريبة من الرئيس محمد الغزواني بتجميد ترشيحاتها في بعض الدوائر بالمثل كثفت المعارضة من حملاتها وعبرت عن استعدادها لمنافسة قوية مع الحزب الحاكم خاصة في العاصمة نواكشوت والمدن الكبرى وأبدت تلك الأحزاب مخاوفة من التلاعب أو ممارسة ضغوط على الناخبين خاصة استخدام الأموال لشراء الأصوات الانتخابات هي الأولى في عهد الرئيس الغزواني الذي وصل إلى الحكم من خلال انتخابات جرت في يونيو عام 2019 اشتركوا في القناة